السكك الحديدية النمساوية تعالج نقص العمالة الماهرة في استقطاب خبراء من تونس وده الشقة اللي كنا بنتكلم عليه في البداية هناك محاربة لاندماج اللاجئين ولكن سوق العمل لا يمر بدون على الأقل أجانب بتعمل فيه على مختلف المستوىات عندنا قطاع الصحفية عندنا السكك الحديدية وان كان ده ظاهر جدا النمساوية استقطابت بعض الفنيين من تونس وان كان عددهم 29 بس دي البداية أكيد فيه ناس في المهنيين وبدون كمان يعني ما كانش فيه انتظار ان هم يتعلموا لغة ولكن دخلوا مجال العمل مباشرة شايف تجربة زي دي هل يمكن تعممها وبدل ما نقول نروح نجيب عمال مهرة من برا طب ما ندور على العمال المهرة الموجودين داخل اللاجئين الموجودين هنا يعني استاذ مدوح حيل هذا النقطة صراحة هذا عندما نشرنا هذا الخبر كنا على النمسا ميديا قبل اعتقد 26 الشهر يعني قبل خمس أيام تقريبا من اليوم أو أربعة أيام تقريبا فهذا الشيء صار حفيظة القراء عندنا وقالوا أن فعلا النمسا عندها يعني بطالة عالية تصل إلى ما يصل إلى 400 ألف شخص يعني يوجد عاطل عن العمل في النمسا تقريبا وتستجلب عمال من تونس وغيرها واتارة من الفلبين يقال أنهم متخصصين يعني دول في مجال السكة الحديدة للعمل يعني أنا بالعكس أنا أحيي أخوتنا التونسيين التوانسة الذين هم فعليا اجتهدوا وسأصبح عندهم إمكانيات أن يستجلبوا إلى شركة عريقة مثل شركة الأوبابي صراحة وغيرها من الشركات التقنية فهذا دليل على أنه فعليا هي تونس تشهد مناخ مناخ خليا نقول علمي معين استطعت تأهيل كوادر معينة استطعت هذه الكوادر القضوم إلى النمسا والعمل في النمسا واستجلاب أعتقد 15 عامل أو ما أعرف كم شخص صراحة أول 15 عامل لشغل وظائف في مستودعات السكة الحديدية وميكانيكيين في الأوبابي البوست بوس هم كانوا عمال 29 15 كانوا في نعم بس تجربة جميلة تجربة جميلة ولكن أعتقد أن النمسا مدينة للمهاجرين الموجودين فيها لتأهيلهم وإدخالهم بسوق العمل وهذا أعتقد هذا الشيء الذي ممكن العمل عليه بشكل أوضح وأفضل من حالة الصراع الذي تعيشه الأحزاب المتشددة تجاه المهاجرين ترجمة نانسي قنقر